عموماً إكسل كيسمحنا القيام بعمليات حسابية هاد العمليات يمكن تكون عمليات حسابية بساتة مثلاً لجمع ترح قسمة أو غيرها أو لا عمليات حسابية معقدة مثل حسابات مالية هندسية إحصائية وغيرها إذاً في إكسل كنولي وكنت داولو كلمة فونكشن هاد الفونكشن اللي كي قدمنا إكسل هي عبارة عن صيغ رياضية اللي كنستعمل القيام بحسابات معقدة إذاً الآن غنتعلموا طريقة استعمال هاد الفونكشن اللي عدنا في إكسل 2013 مثلاً لكنا محتاجين في هاد الخانة تطبيقين فونكشن معينة عدنا عدة طرق الأولى هي انطلاقاً من البعض فومول نستعملوا الرمز إيفيكس اللي ضغطنا عليه كيظهر عدنا هاد الرمز تساوي وكتفتح لنا هاد النافذة اللي كيظهر لنا فيها جميع الفونكشن اللي كي نتامي وفئة اللي احنا فيها بالنسبة لنا هنا يا احنا في الفئة استاتيستيك الآن لاختاريت توس كيظهر عندي جميع الفونكشن اللي عدنا في إكسل 2013 لاختاريت الآن فينانس فكيظهر عندي جميع الفونكشن اللي كي نتامي وفئة فينانس الآن مثلاً لاختارينا data hour واختارينا الفونكشن من اللي كنضغطو عليها كيظهر لنا هنا تحت وظيفة أولى دور هاد الفونكشن إذا هاد الوصف كي يعطينا صفرة تقريبية على الهدف من استعمال كل الفونكشن كنختارو إذا مثلاً لاختاريت لفونكشن maintenant وضغطت على الزر اوكي أولا كنضغط عليها مرتين فهذا اللحظة كيظهر عندي هنا يا لفونكشن وكتفتح لنا في ذات argumentو لفونكشن اللي كيطلب منا فيها إكسل نحددو المعطايات اللي غنستعملو مثلاً لما كان عندي حتى معطا يكفي نضغط على اوكي وقد ظهر عدنا هنا يا النتيجة لاخدينا مثلاً فونكشن أخرى دائماً بالضغط على افيكس والآن نختارو لا فونكشن موين وهنا عدنا تقديم الدور هاد الفونكشن نضغط على الزر اوكي وهنا خسنا ندخلو معطايات اللي بغينا نحصلو على الموين ديلهم هاد المعطايات يا ايما نكتبوهم مباشرة هنا يا مثلاً بغينا نحسبوه الموين طلاقاً من با حتى البيدوز وهنا عدنا مباشرة نتيجة دي الحساب الموين واللي هي سفر بحكم هاد الخانات اللي عندنا ما اننا فيهم حتى قيمة اذا هدي هي الامكانية اللولا بالنسبة الامكانية التانية كنضغطوه هنا على هاد الزر والآن ما بقى لي إلا نختار الخانات اللي بغينا نحصل على الموين ديلهم من بعد ما كنختاروهم كنضغطوه من جديد على هاد الزر وكنحصل على النتيجة اللي هي سفر بحكم ما اندي حتى قيم في هاد الخانات لا ضغط على الزر اوكي نحصل على النتيجة دي الفونكشن دينا لدينا طريقة أخرى لتطبيق لفونكشن واللي هي بكل بساطة نكتبو مباشرة لفونكشن مثلا نكتبو الرمز تساوي ومن بعد موين كنفتحو قوس مبقى لي إلا نختار الخانات اللي بغيت نحسب لهم لموين كننصحكم تستعملوا هاد الطريقة وتعودوا عليها وتعودوا أنكم تقوموا شخصيا بهاد العمليات بلا ما تمروا لتطبيق لفونكشن بالضغط على اللي عندنا فلا بغض فورميول علاش لأن استعمال فقط لكننا غنستعملوا فونكشن وحدة وبساطة بالمقابل لكننا بغينا نستعملوا مجموعة دي الفونكشن في نفس الوقت فغيكون من الصعب كل مره نضغطو على ونحددو القيم هنا إذن هي ماشي طريقة عملية لذلك بالأحسن تعودوا على كتابة الفونكشن مباشرة تساوي سوم أو لا تساوي سي أو لا أي فونكشن أخرى محتاجين تطبيقها